أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الخامسة من العربية التي نستهلها بأبرز العنوى مصر والسودان ينسقان عسكريا ويوحدان الموقف اتجاه أثيوبيا في ملفي سد النهضة والحدو والثلاثي الأوروبي قلق من انتهاكات إيران النووية وطهران تعود لربط التزاماتها برفع العقوبات نواب ليبيا يتخطون اتهامات الرشة بملتقى الحوار ويتمسكون بجلسة منح الثقة للحكومة يوم الاثنين القادم ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن كورونا لن ينتهي هذا العام وهيدروكسي كلوريكين فشلة في الوقاية وفي العلاج أيضا أهلا بكم اعتبر بيان مشترك لوزارتين الخارجية المصرية والسودانية أن خطة أثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة تمثل خرقا لاتفاق المبادئ الثلاثي الموقع عام 2015 وطلب البيان أثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة كما اعتبر البلدان أن ملء السد من دون اتفاق يهدد الأمن المائي المصري والسدود السودانية وحياة عشرين مليون سوداني كما أكد البيان المشترك أيضا تأييد مصر الكامل لموقف السودان بشأن سيادته على الحدود مع أثيوبيا خضية مفاوضات سد النهضة وخيفية السير قدما للتوصل إلى اتفاق عادل قانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاثة بشكل متوازي يؤدي إلى استفادة أثيوبيا من سد النهضة في التنمية ولكن دون الإدرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان وأننا سوف نستمر في الدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق باعتبار السبيل الوحيد لحماية مصالح شعوبنا الثلاث ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر فيما تم من ملء سابق في العام الماضي والمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها شعبي واد النيل بإعلان الملء المزمع خاصة وإذا تم هذا الملء بالصورة التي أعلنت من قبل إخوتنا في إثيوبيا بملء ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب من الماء فإن هذا سيتسبب في مخاطر خطيرة جدا تهدد 20 مليون سوداني بالعطش المفضي إلى الموت في سياق متصل أفادت مصادر العربية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور لعاصمة السودانية الخرطوم السبت المقبل ولمدة يوم واحد وسيترأس السيسي وفدا مصريا لإجراء مباحثات مع الجانب السوداني تتعلق بالقضايا المشتركة بين البلدين لمزيد من المتابعة مع الآن من الخرطوم المحلل الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور محمد نعمة الله جبريل دكتور محمد أهلا وسهلا بك كيف يجب النظر إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالذات إلى الخرطوم وأي رسائل سياسية تحملها سواء إلى الداخل السوداني إقليميا ودوليا أيضا بسم الله والحمد لله السلام عليكم جميعنا ورحمة الله وبركاته شكرا للصدافة حقيقة الأمر زيارة الرئيس السيسي هي زيارة مهمة في إطار العلاقات الأخوية المصرية السودانية ودائما يتبادل الرؤساء مثل هذه الزيارات بالذات عندما تكون هناك قضية تخص الأمن الوطني لكل الدولتين وبالتالي في طرف ثالث مع هذه المجموعة يبدو أنه لا يتوافق مع وجهتين النظر المصرية والسودانية بما يتسبب في ضرر للدولتين وبالتالي التنسيق المطلوب بين الدولتين حتى أنه يكون على رأي واحد حتى أنه تطبق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين الثلاث دور وبالتالي يبدو أن العالم كله يشهد تماطل الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بالمباحثات وعدم الحضور ثم الانفضاد من المباحثات دون الوصول إلى نتائج بالرغم أن القضية قضية واضحة واضحة المعالم كل اللوائحة القانونية والدولية تشهد على هذا الموقف موقف أثيوبي طيب لماذا تعتقد أن الطرف الثالث يعني تعني به أثيوبيا أن أثيوبيا ستنظر بعين الريبة والقلق إلى هذه الزيارة لماذا أكيد أصلا أثيوبيا هي تعلم تماما موقفة من الدولتين وبالتالي هذا التحالف الثلاثي يعني قضية النهضة قضية ليست تخص أثيوبيا وعدها لأن هناك شركاء في هذا الماء وهناك قوانين تحكم وبالتالي المواقف اللي يتم اتفاق عليها مواقف في إطار القانون وفي إطار اللوائح والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها بالتالي أثيوبيا يعني ينبغي أن تسعى للجلوس مع الطرفين حتى أنه يأخذ كل ذي حقا حقا وبالتالي الانفراد بالقرار فيما يتعلق بملء السد أنا أعتقد أن هذا قرار غير ملزم للطرفين السوداني والمصري وقرار يمكن في العلاقات الدولية يشهد كل الفاعلين الدوليين أن مثل هذا التصرف تصرف غير سليم وبالتالي ينبغي أن الناس تجلس وتتفاكر وتتحاور وتصل إلى متائج سليمة حتى أنه يكون هناك في إطمئنان وسلم في الماضية دكتور محمد أرجو أن تبقى معي سأعود إليك بعد قليل زي المشاهدين على صعيد التطورات الميدانية أفاد موقع سودان تريبيون نقلا عن مصادر عسكرية سودانية أن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على آخر وأكبر المعاقل الأثيوبية داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى الحدودية وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة تخوضها القوات السودانية منذ أمس الأثنين في المنطقة ملحقة خسائر كبيرة في صفوف القوات الأثيوبية المدعومة عسكريا من قوات أريترية أعود إلى من قطع من حواري من الخرطوم مع اللواء الركن الدكتور محمد نعمة الله جبريل دكتور محمد إلى أي مدى الموقف المصري والموقف السوداني متطابق حيال موضوع سد النهضة وحيال ما يجري على الحدود الأثيوبية السودانية أم لا تلاحظ بعض التمايزات هناك تطابق كامل فيما يختص بصد النهضة أما على سبيل الحدود والعمليات الدائرة أصلا لم يعد يوم من الأيام خلاف فيما يتعلق بالحدود السودانية الأثيوبية الحدود السودانية الأثيوبية معروفة ومنذ خروج الاستعمار ولم يكن في يوم من الأيام أثيوبية تحدثت عن خلاف في الحدود إنما كانت هناك مصلحة للجانب الأثيوبي يستزرع منطقة الفشق الكبرى ومنطقة الفشق الصغرى ويمكن لسبب أو آخر السودان غض النظر لكن هذا لا يعني أن هناك أحقية للجارة الأثيوبية في هذه الأراضي وبالتالي من حق السودان أن يستعيد أراضيه وأن يضع قواته فيما يرغب ومتى شاء الدكتور محمد كان الكلام دائما منذ الأشهر القليلة الماضية على أن الحل يجب أن يكون حلا ديبلوماسيا سياسيا يعني أن تتم الأمور استعادة الأراضي عبر الحوار ما نلاحظه أن الحل هو حل عسكري الأراضي تحترق يعني الأثيوبيون أكدوا أو دخلوا وتوغلوا في الأراضي السودانية والقوات السودانية تصر أيضا على الحل العسكري لاستعادة الأراضي السودانية ألا تعتقد أن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا ديبلوماسيا وليس عسكريا تحديدا في الفشقة أكيد أكيد أصل الحل ينبغي أن يكون ديبلوماسي لكن الديبلوماسية ينبغي أن يكون لها أزرع بالضرورة أن يكون لها أسند السند بتاع الديبلوماسية هو القوات المسلحة القوات المسلحة مسؤولة مسؤولية تامية عن حماية الحدود ثم أصلا هناك مفاوضات دوما تجري كانت سنويا تجتمع رؤساء الأركان في منطقة القضارف يجري تنسيق بين القوات السودانية وبين القوات الأسيوبية على أساس أن يستجرعوا ويستفيدوا بنفس المستوى إذا كانت الخلفية أصلها تفاوضية ينبغي أن يستمر هذا التفاوض وبنفس النهج يأخذ كل ذي حق حقه وبالتالي إذا كان هناك مصلحة لإثيوفيا السودان يمكن أن يعطي هذه المصلحة دون أن يفرط في شبر من أرضه طيب من الخرطومة لواء الركن الدكتور محمد نعمة الله جبريا المحلل استراتيجي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الآن إلى الملف النووي الإيراني حيث وزعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الأوروبية الثلاثة المواقعة على الاتفاق النووي وزعت مسودة قرار لتقديمه لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعبر عن قلق الدول الثلاث الشديد حيال تقليص إيران لصلاحيات التفتيش بالمواقع النووية وحثت مسودة القرار إيران على التراجع عن تلك الخطوات وأبدت الدول الأوروبية الثلاث قلقها إزاء عدم تقديم طهران تفسيرات بشأن جزيئات يورانيون تم العثور عليها في ثلاثة مواقع قديمة وتعليقا على احتمال عودة الولايات المتحدة لاتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي أكد مساعد وزير الخارجي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال لقاء خاص مع العربية على أن أي عودة للمفاوضات أو المحادثات حول اتفاق جديد لن تكون مشابهة للاتفاق السابق الذي أبرمته إدارة أوباما حيث كانت ترغب بعقد الاتفاق أكثر من الإيرانيين مضطرها لتقديم التنازلات أنذاك وهو ما لن يحصل مجددا وفق شينكر سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها الإدارة السابقة حققت قدرا كبيرا من الفاعلية وإيران تريد الآن بشدة العودة للاتفاق واستعادة تدفق الأموال مجددا ولكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق جديد تحت نفس الشروط التي كانت تحيط بالاتفاق السابق وحتى أوروبا تدرك ذلك جيدا هذه المرة لا يمكنني التنبؤ بما سيحصل فالإيرانيون لا يمكن التنبؤ بهم إلى حد كبير ولكن كما قلت فأنا أعتقد أنهم راغبون في العودة للاتفاق والدخول في مفاوضات أو نقاشات على الأقل للعودة أما بالنسبة للإدارة الأمريكية فأعتقد أنها مضية في محاولة فرض الضغط من أجل الحصول على تنازلات مسبقة على نقيض المرة السابقة التي شهدنا فيها هذا النوع من المفاوضات وكانت إدارة أوباما راغبة في إبرام الاتفاق أكثر من الإيرانيين بكثير ما أدى لتقديم العديد من التنازلات وهذا لن يحصل مجددا لذا أعتقد أن الإدارة صائبة في أخذ وقتها شنكر عبر عن اعتقاده بضرورة إشراك حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين في المنطقة في إطار أي مفاوضات أو اتفاق نووي جديد مع إيران نظرا لأنهم كانوا الجانب الذي لحق به الضرر الأكبر من ذلك الاتفاق حسب ما قال شنكر أعتقد أنه يجب أن يكون لحلفاء أمريكا في المنطقة دور في الاتفاق طبعا لأن أصدقائنا وحلفاءنا الإقليميين كانوا المتضررين من الاتفاق الذي أبرمناه المرة الماضية وكانوا أكثر من تعرض للخطر من صواريخ إيران الباليستية وكانوا هم الأكثر عرضة لأذرع إيران الإرهابية لذا أجل أعتقد أنه يجب أن يتم إشراكهم مستقبلا ينضم إليه من باريس لمزيد من المتابعة تيري كوفيل الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية والمتخصص في الشأن الإيراني سيد تيري أهلا وسهلا بك طهران حذرت بشكل مباشر الدول الأوروبية من مغبط إصدار أي بيان يضع اللوم على إيران في انتهاك للاتفاق النووي أو لبروتوكول الإضافي هل تعتقد أن الدول الأوروبية ستحمل إيران المسؤولية أم لا ستتجنب الصدام مع طهران في هذه المرحلة أعتقد أننا في وضع يمكن وصفه بالوضع المتوتر إلى حد ما وأرى أن الدول الأوروبية ينبغي عليها أن تتجنب إدانة إيران مباشرة برأي كل طرف يحاول الضغط على الطرف الآخر استعداد للمفاوضات وأعتقد أنه يجب توخيل حذر لعدم إدانة الطرف الآخر وتجنب أي معزق يحول دون إطلاق المفاوضات هذا وقت متوتر ومهم أيضا ولكن الفكرة هي أن يتم تبني مواقف متشددة وأن تقوم الدول الأوروبية بإدانة إيران برأيي لهذه الدول المسؤولية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في البلدان الأوروبية قامت فقط بالدفاع عن الاتفاق شفاهي دون أفعال أما إذا تعلق الأمر بإظهار أن هناك خطوط حمر لا يجب على إيران تجاوزها وممارسة ضغوط على إيران لتحضير للمفاوضات فهذا وضع تفهمه سيد تريم ما المطلوب من إيران يعني الأوروبيون يقولون أنهم مرنون ولكن كلما كانوا أكثر مرونة كلما تشددت إيران في هذا الوقت هل هذا صحيح؟ كلا أعتقد أن موقف إيران واضح سوى تعلق الأمر بالمحافظين أو المعتدلين فهم يقولون الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 في انتهاك للقانون الدولي وهم يطالبون بعودة واشنطن إلى الاتفاق وإذا حدث ذلك فهذا يعني أن الولايات المتحدة رفع كل العقوبات لكن الأمريكيين لا يريدون القيام بذلك للحفاظ على أداة ضغط على إيران إذن كما قلت هذا وضع متوتر فالولايات المتحدة ترغب في التفاوض لكنها لا ترغب في رفع كل العقوبات وبالتالي إيران تحتفظ بهذا الموقف أعتقد أنها تمت عدة سيناريوهات محتملة وأرى أنه إذا ما تفقت الولايات المتحدة وإيران لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وإذا جرت مشاورات لتنسيق المواقف فإن لا إيران ولا الولايات المتحدة تريد أن تظهر بموقف ضعيف ولذلك يجب تنسيق العودة المشتركة للبلدين إلى الاتفاق النووي مع حفظ الماء الوجه واتخاذ التدابير الضرورية فأعتقد أن المرحلة هي مرحلة متوترة ويجب على الولايات المتحدة وإيران إجراء حوار بينهما وينبغي على الأوروبيين أن يركزوا على هذا التوجه لماذا لا تستطيع الدول الأوروبية إعطاء ضمنات لإيران من أنها إذا جلست على طاولة المفاوضات فإن ذلك لصالحها بمعنى أن ذلك سيقود إلى رفع العقوبات الأمريكية عنها للأسف الأوروبيون أظهروا عدم قدرتهم على القيام بذلك منذ مايو من عام 2018 تذكر محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل مكران والتي كان مآلها الفشل فهو وعد لإيران بقرد بقيمة 15 مليار دولار لتبدأ إيران المفاوضات لكن واشنطن عارضت ذلك وهذا ما جعلني أقول أن الأوروبيين يمكن أن يقوموا بدور الوسيط والبلد الوحيد الذي يمكن أن يحلح للوضع هي الولايات المتحدة إذا بدأت بالقول بصراحة لإيران بأنها ستبدأ برفع العقوبات من خلال ربما لفتات رمزية ما تنتظره إيران ليس كلمات وإنما أفعال فيمكن للوحيد المتحدة أن تسمح الإيران بإعادة تصدير نفطها تدريجين هذا سيشجع إيران على العودة إذن كما قلت الأمر يخص الطريقة المتبعة وعلى الأوروبيين باعتقادي أن يعملوا من أجل إطلاق حوار بين الأمريكيين والإيرانيين وإعداد عودة منصقة للاتفاق ناوي باعتقادي هذا هو السيناريو الذي يمكن أن يكون أكثر النجاعة ويؤدي إلى تجنب المزيد من التوتر كما قلت كل طرف يريد أن يضغط على طرف الآخر وغالبا ما يتم وضع مطالب تعجيزية وهناك طبعا متشددون في إيران يهددون أنه إذا ما تم تبني توصية في مجلس محافظي الوكالة الدولية لطاقة ذرية فإنهم يهددون بالانسحاب من اتفاقية عدم الانتشار النووي ففي كل معسكر هناك عناصر متطرفة قد تدفع باتجاه إفشال المفاوضات لذلك هذه مرحلة بالغة الحساسية من باريس تيريكوبيلا الباحث في معد العلاقات الدولية والاستراتيجية والمتحصص في الشأن الإيراني شكرا جزيلا لك على هذه المشارك وضمن المواجهة الإيرانية الأمريكية في عهد ترامب تكشفت تفاصيل جديدة عن ثمانين دقيقة حابسة للأنفاس بين البلدين هذه الدقائق كادت تنتهي بكارثة للقوات الأمريكية العاملة في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس التوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني معلومات استخباراتية وصلت للجيش الأمريكي عن أن إيران تنوي دك قاعدة عين الأسد الواقع على بعد 120 ميلا غرب بغداد ب27 صاروخا باليستيا وحذرت هذه المعلومات من أن فرص نجاة الجنود ستكون غير مؤكدة إذا بقوا في القاعدة وعلى الفور صدرت الأوامر بإجلاء ألف جندي من سلاح الجو الأمريكي فضلا عن خمسين طائرة من القاعدة الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أشرف بنفسه من مقره في فلوريدا على عملية الإجلاء وتم تقسيم القوات المنسحبة حسب القدرات القتالية ونقل معظمهم إلى الصحراء لمشاهدة الهجوم وقد انتظرت القوات الأمريكية بالفعل حتى حملت إيران أو حملت إيران آخر صور للأقمار الاصطناعية التجارية للقاعدة ثم بدأت العملية هنا كانت إيران تعتقد أن القاعدة مليئة بالجنود لتبدأ الهجوم وقد سقطت صاروخ الأول عند الساعة الواحدة و34 دقيقة صباحا في تلك الليلة أطلقت إيران ما مجموعه 16 صاروخا من ثلاثة مواقع سقط 11 منها في قاعدة عين الأسن فيما ظلت 5 منها طريقها واستمر الهجوم لمدة 80 دقيقة أسفر عن 100 إصابة مختلفة في صفوف الجنود الأمريكيين لكنه لم يسقط قتله دانت السفارة الأمريكية في رياض الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة جازان الليلة الماضية داعية الميليشيات الحوثية إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أعلن أن واشنطن تدرس اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة قادة الحوثيين بسبب الهجمات الصاروخية على السعودية ودع برايس الحوثيين لتغيير سلوكهم لإحراز تقدم في تحقيق السلام باقال المت activist قال لمسا لا محاسبة حوثي 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 وحول تصنيف الحوثي جماعة إرهابية قال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ إنه لم يتم إسقاط أي خيار لدى واشنطن وأنا لا أريد أن أسقاط أي خيار من الوزارة الخارجية بالنسبة على تصنيف لهوثيين أو لا تصنيف أو نقود إجراءات أخرى والأهم شيء بالنسبة على هذه الهجمات الوليد المتحدة ستستمر في التنسيق والتعاون مع المملكة ضد هذه الهجمات وأنا أعرف أن المساعدة التكنية وعسكرية والدفاعية من الوليد المتحدة للمملكة تمثل تعاون مهم بالنسبة على منع هذه الهجمات الصاروخية من تضرر أكثر في المملكة إنسانيا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من كارثة وشيكة في اليمن بعد أن أسفرت نتائج مؤتمر المانحين عن مساعدات لم تصل إلى نصف المستهدف حيث بلغت التعهدات بنهاية المؤتمر نحو مليار وسبعمائة مليون دولار فقط اليمنيون بين مطرقة ميليشيا الحوثي وسندان الفقر حيث جاءت نتائج مؤتمر المانحين بأقل من نصف حاجة الإنسان اليمني يسرني أن أعلن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021 من بين مئة دولة وجهة مانحة جاءت السعودية في مقدمة المانحين لليمن ب430 مليون دولار تلتها ألمانيا ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب عن خيبة أمله واصفاً امتناع بعض الجهات عن دعم اليمن بأنه حكم بالإعدام على مليين اليمنيين أكثر من 16 مليون يمني سيواجهون الجوع هذا العام بحسب الأمم المتحدة التي حذرت أيضاً من أن 400 ألف طفل يمني تحت سن الخامسة يواجهون خطر الموت لسوء التغذية منظمات أخرى حذرت من كارثة وشيكة في اليمن من بينها منظمة المجلس النرويجي للاجئين التي قالت في بيان لها أن جهات عدة أدارت ظهرها لمعاناة اليمنيين نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضاً عائلات ضحايا الهجمات الكيموية في سوريا يرفعون دعوة قضائية في فرنسا بحق مسؤولين في النظام السوري أهلاً بكم الجديد عبرت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية في كندا عن خيبة أملها من عدم اتخاذ وزير النقل الكندي عمر الغبرة موقفاً قوياً ضد إيران وذلك بعد تقارير لمحققين أمميين اتهموا نظام الإيراني بارتكاب انتهاكات قبل وبعد إسقاط الطائرة من جهتي قال وزير النقل الكندي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي إن كندا تسعى للحصول على الشفافية من إيران وأضاف الغبرة أن طهران عليها تقديم ردود واضح لأسر الضحايا وجميع الدول المتضررة فيما قال حامد إسماعيل يون المتحدث باسم مؤسسة أسر الضحايا إنهم توقعوا أن يكون التقرير بمثابة نقطة تحول لأتوا وأن تقوم منظمة الطيران المدني الدولي بإدانة علنية لافتاً إلى أن أسرهم كانت تأمل برد فعل قوي من الحكومة الكندية تعود قضية مجزرة الكيماوي في الغوطة السورية إلى الواجهة من جديد حيث رفع محمو الدفاع عن الناجين من الهجوم دعوة قضائية أمام المحاكم الفرنسية بحق مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتورط في الجريمة وتستند القضية على شهادة الناجين من الهجوم بالإضافة إلى الأدلة والوثائق التي قدمها منشقون عن النظام بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو كما تستند على المعلومات الاستخباراتية الفرنسية التي أكدت أنه تم استخدام مادة السارين في الهجوم الذي أودى بحيات ألف وأربعمائة في منطقة الغوطة جنوب دمشق القضية تضم 12 شخصاً من ضحايا الهجوم بالإضافة إلى منظمات حقوقية وتشكل المحكمة في فرنسا فرصة نادرة للمحاكمة بعد أن فشلت الدول الغربية من إنشاء محكمات دولية بسبب الفيتو الصيني والروسي أكدت صباح جمعة نائب مقرر مجلس النواب الليبي أن جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة ستعقد في سرط الأثنين المقبل دون تأجيل وقالت المسؤولة في المجلس أن مقترح تأجيل الجلسة لحين التحقق في مزاعم توزيع رشاوة خلال ملتقى الحوار لم يتم تسليمه للمجلس مضيفة أنه من المفترض تسليم التشكيل الحكومي لرئيس البرلمان قبل انعقاد الجلسة حيث لم يتم تسلم هذه الأسماء حتى الآن وإلى ذلك طالب 25 نائبا في مجلس النواب الليبي رئاسة المجلس بمخاطبة الأمم المتحدة بمزاعم تتعلق بالرشا وبحسب الطلب المقدم من النواب فإن هناك شكوكا تحوم حول تلقي بعض الوفود رشاوة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ودع النواب إلى إرجاء موعد الجلسة حتى يتبين حقيقة الأمر وعبر 25 نائبا عن قلقهم مما أثرته بعض وكلات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في هذا السياق وخلال مقابلة مع العربية اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أن ليبيا أمام أفضل فرصة لها لإنهاء الأزمة منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن العائق يتمثل في مشكلة الميليشيات الأجنبية التي تعتبر التحدي الأصعب الذي يواجه المجتمع الدولي لحل الأزمة باعتقادي أننا نشهد أفضل وضع في ليبيا منذ فترة طويلة جدا ويعيد بالكثير إلا أنه مع ذلك من المبكر جدا أن نكون متفائلين فنحن أمام مأزق جميع الميليشيات الأجنبية وهذا برأيي أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الصومال دعا الرئيس المتهي ولايته محمد عبدالله فرماجو رؤساء الولايات إلى مؤتمر تشاوري يعقد في العاصمة مجديشو في الرابع من مارس وأشار بيان الرئاسة الصومالية إلى أن الهدف من المؤتمر هو استكمال التوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية بعد اجتماعها منتصف فبراير الماضي والتي وضعت حلولا للخلافات في تنفيذ اتفاقية السابع عشر من سبتمبر من عام 2020 الخاصة بالانتخابات الفيدرالية من جهتي قال عبد الرحمن عبد الشكور زعيم حزب بوجر المعارض في الصومال أن الوضع السياسي والأمني متداهور جدا وأوضح خلال مقابلة صحفية أن المعارضة ترحب بالتحركات السياسية الجارية في البلاد وخاصة المشاورات مع الشركاء السياسيين ورؤساء الأقلين فيما يتعلق بالانتخابات متهما الرئيس المنتهي ولايته بأنه ليس مستعدا لإجراء الانتخابات ويعمل على تأجيلها وذلك لعدم ثقته في إعادة انتخابه لولاية ثانية وشدد عبد الشكور على ضرورة إيجاد اتفاق على طبيعة عمل النظام الفيدرالي في البلاد وتحديد صلاحيات كل من الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وأضاف المعارض الصومالي أن البرلمان الحالي لا يقوم بواجباته الدستورية وأن النواب فشلوا في أداء واجباتهم المتعلقة بمساءلة الحكومة طبع خبر عاجل الآن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن هجوم إيران على السفينة الإسرائيلية كان محاولة منها لتحسين وضعها التفاوضي نشرة الخامسة مستمرة فيها أيضا الفنون في العالم الرقمي جنون ما بعده جنون فيديو من عشر ثوان ثمنه ملايين الدولار أهلا بكم الجديد في ملف كورونا اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الاعتقاد بإمكانية التغلب على وباء فيروس كورونا بحلول نهاية العام أمر غير واقعي وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين إن خفض الوفيات وعدد الحالات في المستشفيات سيظل ممكنا لكن الوباء لن ما يزال فتاكا وأشار راين إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى منخفضة وعلى المساعدة في منع ظهور النسخ المتحورة وتقليل عدد المصابين وأضاف راين أن تطعيم العاملين في القطاع الصحي والأكثر ضعفا سيسمح بتخفيف المأساة وإزالة الخوف من الوباء نبقى في الملف ذاتي حيث قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعضية أنتوني فاوتشي إن على أمريكا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي بفايزر بايونتيك وموديرنا وأوضح فاوتشي أيضا أن تأخير الجرعة الثانية من اللقاح قد يخلق مخاطر على الأمريكيين وحذر من أن التحول إلى استراتيجية الجرعة الواحدة للقاحات يمكن أن يوفر للناس حماية أقل من فيروس كورونا ويعرضهم لخطر الإصابة بتحورات الفيروس كالتي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا منذ بدء حملات التطعيم بضا فيروس كورونا عالميا تتزايد قناعة الأفراب بضرورة تلقي اللقاحات في العديد من البلدان بعد أن كان التشكيك هو العنصر الغالب على شريحة غير قليلة ووفقا لدراسة دولية حديثة فإن نسبة المقتنعين بتلقي اللقاح زادت في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحتى فرنسا التي تضم عددا كبيرا من المشككين وفقا لدراسة دولية حديثة الدراسة أظهرت اتجاه تصاعديا واضحا في هذا الشأن مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية عام 2020 ففي فرنسا قال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لتلقي لقاح أو تلقوه فعلا مقابل 40% فقط في ديسمبر الماضي وكانت الزيادة أكثر وضوحا في السويد حيث أيد 76% من المستطلعين الحصول على اللقاح في مقابل 51% في سبتمبر الماضي وكانت نسبة الأشخاص المؤيدين لتلقي اللقاح في المملكة المتحدة هي الأعلى وبلغت 89% مقارنة بنسبة 65% في سبتمبر الماضي ينضم إليه من باريس الآن الدكتور أحمد عساوي الصيدلي والباحث في مجال الأدوية دكتور أحمد أهلا وسهلا بك أولا لأسألك عما قالته اليوم منظمة الصحة العالمية قالت أنه هذا الأمال أنه في هذا العام العام 2021 يتم القضاء على الفيروس أو الانتهاء بالفيروس هذا مجرد أحلام هذا الفيروس باقي معنا على الأقل هذا العام هذا كلام منطقي علمي أم لا هذا مجرد ترجيح لا يستند إلى وقاء علمية لا أنا ميال أيضا إلى هذا الاعتقاد أن الفيروس سابق معنا هذا العام ولن ننتهي من فيروس كورونا حتى بالعام 2022 لا أريد أن أكون متشائما لكن تلك حقيقة يعني أنا أعطي مثال بسيط عن فرنسا فرنسا رغم الكلام عن وصول لقاحات جديدة مثل جونسون أن جونسون الذي يعتمد على جرعة واحدة بحلول نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم هناك حديث عن 200 مليون جرعة طلبها الاتحاد الأوروبي خصص منها لفرنسا 15 مليون جرعة ما يعني 22% من فئات المجتمع ستتلقى هذا اللقاح إضافة إلى اللقاحات الأخرى كفايزر بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا قد لا يكون مخطئا الرئيس الفرنسي إبانويل ماكرون عندما يقول أننا بحلول الصيف سنستطيع تلقيح جزء كبير جدا من فئات المجتمع يصل إلى 70 أو 75% لكن الأمور على الأرض أعقد بكثير لوجستيا وسياسيا واقتصاديا الأمور أعقد بكثير وأنا أعتقد أننا سنخفف من أعداد الإصابات وسنعمد أكثر فأكثر على مواجهة المتغيرات لكننا لن ننتهي من فيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام هذا مستحيل طيب دكتور أحمد البعض الآن يتحدث أنه من أجل نجاعة أفضل لعملية التلقيح يجب المزج بين اللقاحات بمعنى أنه بتاخد الجرعة الأولى مثلا أنت فايزر بيونتيك الجرعة الثانية بتاخدها أسترازينيكا أو موديرنا وهذا بيعطي فعلي أكثر للمناعة أو الإميونيتي سيستم في جسمك والأنتي بادي أو العكس يعني تاخد أنت أول شيء أسترازينيكا أول جرعة والجرعة الثانية تاخد فايزر بيونتيك إلى أي مدى هذا الكلام علمي أو لا؟ كمان يعني هذه شطحات لا أساس لها بطبيعة الحال لا علاقة لفعالية المزج بين اللقاحات يعني لا ليس هناك معطى ليس هناك كونسانسوسي سيونتيفيك ليس هناك معطى علمي يؤكد أن المزج بين اللقاحات يؤدي إلى فعالية أكبر لكن ما هو أكيد يعني الهدف الأساسي من اللقاحات ما هو إذا كان لقاح فايزر بيونتيك أو كان لقاح الذي يعتمد على تقنية المرنة مثلا أو لقاح أسترازينيك أو سبوتنيك أو لقاحات أخرى التي تعتمد على الناقل الفيروسي الهدف الأساسي من كل اللقاحات هو نفسه هو استخزاز الجهاز المناعي وخلق أجسام مضادة وتكوين مناعة خلوية وبالتالي ذاكرة مناعية على المدى المتوسط والبعيد إذا كان الهدف نفسه من كل اللقاحات إذن لماذا لا نقوم بإعطاء جرعة أولى مثلا من لقاح فايزر وجرعة ثانية من لقاح أسترازينيك إذا توفر أنا أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك والحكومة البريطانية كانت قد طلبت بذلك في نهاية ديسمبر الماضي بناء على دراسة قامت بها جامعة أكسفورد وقالت أنه يمكننا أن نعطي جرعة أولى من لقاح أسترازينيك وجرعة ثانية من لقاح فايزر أو العكس وأن ذلك لا يمكنه أن يؤثر سلبيا على مناعة الفرد بالعكس ممكن أن يعطي معطى إيجابي أنا لا يمكننا أن أقول أن ذلك سيؤدي إلى فعالية أكبر لكنني أؤكد أنه يمكننا أن نعطي جرعة أولى من لقاح وجرعة ثانية من لقاح آخر يعني ليس هناك أي سبب يمنع أو يحول دون القيام بذلك طالما الهدف الأساسي هو ذاته وهو تحفيز الجهاز المناعي وتحقيق ذاكرة مناعية دكتور أحمد سأتابع هذا النقاش معك بعد قليل أرجو أن تبقى معي زي المشاهدين أظهرت بيانات رسمية أن لقاحي فايزر وأكسفورد أسترازينيك أثبتا فعالية عالية في خفض العدوى بفيروس كورونا وخفض عوارض المرض الشديد لدى كبار السن في بريطانيا مع تراجع عدد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى بأكثر من 80% وقد رحب وزير الصحة مات هانكوك بالدراسة الجديدة واعتبرها تحمل أخبارا جيدة للغاية وأن المعطيات التفصيلية أظهرت أن الحماية من كورونا بعد 35 يوما على إعطاء جرعة أولى هي أفضل بقليل للقاح أكسفورد مقارنة بلقاح فايزر وتأتي الدراسة في وقت تدرس فرنسا وألمانيا التراجع عن قرار رفض الترخيص للقاح أسترازينيكا للأشخاص فوقها 65 عاما وسط مخاوف تتعلق بفعليته هذا وأوسط لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكيل للوقاية من فيروس كورونا وقالت أنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل ترجمة نانسي قنقر أعود إلى منقطع من حواري من باريس مع الدكتور أحمد عساوي الصيدلي والبحث في مجال أدوية دكتور أحمد سمعت ما قاله وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عم بيقول هو أنه بعد الجرعة الأولى يعني اللي تلقوا أسترازينيكا بالجرعة الأولى بعد 35 يوم أظهروا استجابة مناعية أكبر بكثير من اللي تلقوا فيزر بايونتيك هذا كلام علمي أيضا أم لا هذا كلام ربما تدخل فيه السياسة يعني تسويق أسترازينيكا باعتباره أكسفورد أسترازينيكا على حساب باعتباره يعني لقاح بريطاني على حساب فايزر أم لا هذا كلام علمي برأيها فعالية الجرعة الأولى طبعا وزير الصحة أو الهيئات الصحية عندما تنشر كلاما عن فعالية الجرعة الأولى وبالتالي الجرعة الثانية أو نسبة الفعالية بعد الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية طبعا يكون مبني على دراسات علمية لكن الكلام اليوم الكلام الأهم هو هل جرعة واحدة تكفي أم يجب علينا أن نذهب إلى جرعتين كما قال البروفيسور فاوتي هل علينا أن نذهب بكل الأحوال إلى جرعتين لأن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا هناك توصيات كثيرة منها توصيات الهيئة العلية للصحة بفرنسا تقول وتوسي بأنه يجب علينا أن نقوم بإعطاء جرحة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا هل هذا كاف؟ طبعا الهيئة العلية للصحة في فرنسا تستند إلى دراسة قامت بها البريتش ميديكال جورنال نشرت في الأسبوع الفائت وقائمة على 109 أشخاص بينهم 41 شخص قد أصيبوا بالكورونا والآخرون لم يصبوا بالكورونا وتبين بعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا أن 41 شخص شكلوا أجسام مضادة بنسبة تصل إلى 10 مرات أضعاف الأجسام المضادة الموجودة عند الأشخاص الذين لم يصيبوا بالكورونا لذلك التوصيات تقوم اليوم على القول بأنه يمكننا أن نعطي جرعة واحد للأشخاص الذين أصيبوا أيضا في موضوع هيدروكسيكلوروكين اليوم منظمة الصحة العالمية حسمت الجدل وقالت أن هذا الدواء لا يس لديه أي فعالية بغرام أنه في كثير من البروفوسوري بفرنسا كانوا ينصحوا بالهيدروكسيكلوروكين لمعالجة أعراض فيروس كورونا ما رأيه؟ موضوع هيدروكسيكلوروكين موضوع شائق جدا في فرنسا لأن هناك تدخل فيه السياسة والحساسيات بين المؤسسات في جنوب فرنسا في مرسيليا تحديدا وفي باريس وهذا الصراع بين المركز والأطراف وبين باستور وبين الأنستيتيوت في مرسيليا الذي يديره البروفوسور راولت لكنني استطيع القول نحن لم نكن ننتظر حتى تقارير وتأكدات منظمة الصحة العالمية الإيدروكسيكلوروكين لا يجب أن تستخدم في أي حال من الأحوال ضد المصابين بفيروس كورونا حتى ممكن أن يكون الإيدروكسيكلوروكين قد أعطى نتائج إيجابية على الأشخاص الذين أصيبوا بحالات طفيفة في بداية الإصابة في فيروس كورونا لكن الأشخاص الذين تلقوا جرعات من الإيدروكسيكلوروكين تبين أنهم تعرضوا لعوارض جانبية عديدة جدا تحديدا على جهاز القلب يعني القلب والعيون أيضا يعني توكسيسيتي كاردياك أوفتالوك للأسف فلذلك لا يجب يعني أن نستند إلى يعني بطبيعة الحال الدراسة التي قامت بها البروفيسور راول دراسة بسيطة جدا يعني دراسة قائمة على عدد بسيط من الأشخاص ودراسة بنهاية الحال هي دراسة علمية لكنها ليست لا توقف أي موطة أكيد دكتور راول ما حينبسط منك من هالحاكي مرح ينبسط أبدا بالنهاية مرح ينبسط بارك من باريس الدكتور أحمد عساوي الصيدلي والباحث في مجال أدوية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أصبح أمام الإسرائيليين العائدين من الخارج خيار جديد يعفيهم من ضرورة الخضوة لحجر صحي في فنادق مخصصة لهذا الغرض ويتمثل هذا الخيار في وضع سوار تتبه إلكتروني يرسل تنبيها للسلطات في حال انتهاكهم لفترة العزل الإلزامية أمام الإسرائيليين العائدين من خلال إسرائيلي من خلال إسرائيلي من خلال إسرائيلي تقوم السلطات الصحية الكويتية بافتتاح مراكز تطعيم جديدة لتسريع عملية التطعيم حيث تقوم بتوفير اللقاحات المتاحة من فايزر وأكسفورد في مركز التطعيم الأخير التابع لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة من منطلق التعاون المشترك أنشأت وزارة الدفاع مركزا إضافيا للتطعيم تكون فيه الأولوية للمنتسبين للسلك العسكري وذويهم وأقربائهم من الدرجة الأولى مركز تطعيم كفرناتين مستشفى جابر للقوات المسلحة يخدم من تسبيل قطاعات العسكرية الأربعة وزارة الدفاع وزارة الداخلية الحرس الوطني قوات لطفاء العام وذويهم طبعا يتم تسجيل عن طريق موقع وزارة الصحة ووزارة الصحة هي تقوم بتحديد اليوم الخاص بالمنتسب للقدوم إلى المركز والأولوية حسب تعلمات وزارة الصحة تكون من تسبيل قطاعات العسكرية الأربعة وذويهم الصحة وفرت لقاح أكسفورد للمركز الذي يحوي أكثر من عشر وحدات طبية وفيما تتواصل عملية التطعيم يقوم الأطباء بتشجيع الجميع والعسكريين خاصة بالتسجيل لأخذ اللقاح بالنسبة للأعداد التي نستقبلها يوميا في مركز اللقاح في هيئة غلمات طبية ومستشفى جابر الحمار للقوات المسلحة تقريبا فوق 600 إلى 700 زائر تقريبا كل يوم طبعا نحن الهدف من المركز هو تطعيم أكبر عدد من الإخوان في السلك العسكري والذي ينتسبون إلى الجيش الكويتي ووزارة الداخلية بالإضافة للحرس الوطني وقوة الأطفاء نحن نطمح إلى تطعيم أكبر عدد من الناس للوصول للمناعة المجتمعية المتوقعة إن شاء الله افتتاح مراكز تطعيم جديدة يأتي ضمن السعي لتسريع عجلة التطعيم قبل نهاية العام الجاري من الكويت شهد المتروك العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مدته 10 ثوان من ربح أكثر من 6 ملايين دولار نتعرف على التفاصيل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر